ومعنا للحديث حول خطة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للإستراتيجية مديرة التطور المؤسسي في الوزارة السيدة شروق عبدالغني أهلا وسهلا بك سيدة شروق يعني بداية هذه الخطة الإستراتيجية للوزارة أين الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة التي أعلن عنها في وقت سابق والتي من المفروض أنها أعدت وانتهى العمل بها في هذا العام أو العام الماضي على الأغلب بداية أحب أن أشكر قناة المملكة على متابعتها المستمرة لكافة الأخبار والمستجدات المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام وبوزارة الطاقة والثروة المعدنية بشكل خاص استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية زي ما حكيتوا أنه هي استراتيجية قصيرة المدى للأعوام 2019-2021 وهذه الاستراتيجية تم إعدادها منذ بداية عام 2019 بحيث تتضمن عدد من البرامج والمشاريع التي تهدف الوزارة لتحقيقها خلال الفترات القادمة طبعا هذه البرامج والمشاريع هي كوزارة الطاقة هي جزء من قطاع الطاقة والوزارة كميظلة لمؤسسات قطاع الطاقة تعكس ضمن مؤشرات أدائها وأهدافها القطاعية ما تستهدف تحقيقه للقطاع خلال الفترة القادمة وهذا ما سيتم الإعلان عنه ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة خلال الأعوام 2020-2030 قريبا إن شاء الله هل تعتبر بمعنى آخر هي جزء من كل الاستراتيجية الحكومية لهذا القطاع؟ طبعا الاستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام 2019-2021 زي ما احكينا هي استراتيجية قصيرة المدى تتضمن هذه الاستراتيجية البرامج والمشاريع المسؤولة وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إنجازها خلال هذه الثلاث سنوات والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 هذه البرامج والمشاريع طبعا الوزارة تعمل على تحقيقها وتنفيذها خلال الفترات القادمة بالتعاون مع كافة شركائنا في القطاع وليس بشكل منفرد نعمل بهدف تعزيز النهج التشاركي مع كافة الجهات المعنية في مؤسسات قطاع الطاقة والجهات المتأثرة بالقطاع نعم أكيد سنأتي على ذكر هذه التفاصيل ولكن يعني بداية عندما تم الاعداد لهذه الخطة لم تكن أزمة كورونا واضحة الملامح والتأثير في هذا القطاع كيف تغيرت الأرقام بعد هذه الأزمة وأين تتجه التأثيرات؟ طبعا أزمة كورونا هي زي ما نعرف أزمة أثرت على كافة القطاعات في مختلف أنحاء العالم قطاع الطاقة هو أحد القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة طبعا ولا يخفى علينا جميعا تميز القطاع خلال الفترة القادمة الفترة الماضية وفترة موازحة الأزمة من حيث ضمان استمرارية النظام الكهربائي وأمن التزود بالمشتقات النفطية لمختلف القطاعات وطوال فترة الأزمة هذه الاستراتيجية تراجع بشكل دوري بهدف مواجهة كافة المتغيرات والمستجدات التي تحدث في القطاع يتم حاليا مراجعة هذه الاستراتيجية بحيث يتم عكس أثر أزمة كورونا على البرامج والمشاريع التي كانت تسعى الوزارة لتحقيقها خلال هذه الفترة وكيف ستؤثر هذه الأزمة على تحقيق المستهدفات التي كانت تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الفترة القادمة يعني بالتأكيد هناك تأثير واضح على بعض الأرقام التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لوزارة الطاقة أهم هذه الأرقام حتى عندما نتحدث عن مستوردات الأردن من الطاقة يعني نحن نتحدث عن أكثر من تسعين بالمئة هي مستوردة برأيك الآن الهدف القادم هل ممكن إنجازه وتحقيقه في ظل كل هذه التداعيات والأرقام التي تغيرت بالتأكيد توجهنا في العمل في وزارة الطاقة والثروة المعدنية هو نحو الاعتماد على الذات وبالتالي نسعى في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأكيد بالتعاون مع كافة مؤسسات القطاع نحو الاعتماد على الذات وزيادة المصادر المحلية في خليص الطاقة الكلي أكيد نظرا للأزمة الحالية الموجودة ستتأثر هذه الأرقام وسيتم الإعلان عن المستهدفات للفترات القادمة في حال مراجعتها بشكل نهايي إن شاء الله يعني الأرقام الموجودة بالاستراتيجية الآن هي أرقام تقديرية إلى حد ما يعني حتى عندما نتحدث عن المشاريع الشراكة الموجودة بين القطاع العام والخاص أين ستتركز وكيف ستنعكس على الأرقام برأيك طبعا المشاريع الموجودة في الوزارة هي معظم المشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات سيتم التركيز على وجود شراكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشفنا أثر القطاع الخاص خلال الفترة الماضية في مواجهة هذه الأزمة هذه المشاريع الهدف منها نسعى طبعا بشكل كبير لتحقيق المستهدفات ولكن أكيد الأزمة الحالية راح تؤدي إلى بعض التغيير الطفيف في هذه المستهدفات الموجودة وفي تحقيق بعض المشاريع ممكن تحكينا بعض التفاصيل عن هذه التغييرات ماذا تمثل نسبة الشراكة مع القطاع الخاص؟ يعني تتمثل بمشاريع معينة؟ هل هناك خطة واضحة لهذه الشراكة الموجودة؟ طبعا كافة المشاريع مثلا مشاريعنا في مجال الطاقة المتجددة مشاريعنا في مجال النفط مشاريعنا في مجال القطاع في مجال الصقر الزيتي كل هذه المشاريع تعتمد على القطاع الخاص إضافة لذلك هناك تحول نحو الاعتماد على الذات فبالتالي نحن أصلا نسعى لجذب الاستثمارات خصوصا في قطاع النفط في قطاع الصقر الزيتي في قطاع الغاز فبالتالي هناك اعتماد كبير على القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية أيضا هناك أيضا تركيز ليس فقط على الطاقة وزارة الطاقة هي وزارة الطاقة والثروة المعدنية فبالتالي رؤيتنا هو تحقيق أمن التزود بالطاقة وبشكل مستدام وسيرعكس ذلك على المواطن برأيك بفترة قريبة هل سيرعكس أثر ذلك على المواطن من ناحية فاتورة الطاقة وغيرها طبعا هناك في حال التحول نحو الاعتماد على الذات وزيادة الاعتماد نحو المصادر المحلية فهذا بالتأكيد سينعكس على فتورة الطاقة وسيؤدي إلى خفضها نعم شكرا لك مديرة التطوير المؤسس في الوزارة السيدة شروق عبد الغني